مناورات فليتلوك العسكرية الأمريكية تنطلق بالنيجر وسط مشاركة عشرين دولة 12 منها دول غربية إضافة إلى دول الساحل الخمس والسنغال ونيجيريا والكاميرون يشارك بالمناورات 1900 عسكري تستمر أعمالها إلى غاية التاسع والعشرين من الشهر الجاري وتنظم بعض تمارينها الميدانية بكل من السنغال وبركينفاسو يأتي تنظيم المناورات العسكرية الأمريكية هذا العام بمنطقة الساحل في وقت تستعد فيه مجموعة دول الساحل الخمس لنشر قوات مشتركة إفريقية قوامها خمسة آلاف جندي منتصف العام الجاري على الحدود بينها لمواجهة الجماعات المسلحة كما يأتي اختيار النيجر لأسباب خاصة حيث إنها تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل وعلى حدودها قتل قبل ستة أشهر أربعة جنود أمريكيين لعل ذلك ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تضاعف اهتمامها بالوضع الأمني بالمنطقة حيث ساعدت القوة المشتركة الإفريقية بمبلغ ستين مليون دولار وأبرمت اتفاقا مع النيجر يقضي بنشر طائرات حربية بدون طيار على حدودها مع مالي واتشاد ونيجيريا وجنوب ليبيا لمواجهة الجماعات المسلحة الناشطة بالمنطقة أصبحت بذلك النيجر ذان دولة إفريقية يمكن للولايات المتحدة أن تشن هجمات عسكرية عبرها وعبر طائرات بدون طيار بعد الجيبوتي ويصل عدد الجنود الأمريكيين بالنيجر ذماني 100 جندي كما صدق البرلمان الغاني قبل أيام على اتفاق يسمح لواشنطن بنشر قوة عسكرية أمريكية على عرض البلاد وهو القرار الذي لقي معارضة من طرف العديد من ساسة البلاد وأعلن الرئيس في تصريح الرسمي أنه لن يتم نشر القوة وتشكل الحدود الثلاثية والواقعة بين النيجر ومالي وبوركينافاسو والتي تجري مناورات فليت لوك بالقرب منها أكثر المناطق التي تصنف بمنطقة الساحل بأنها ملاذ للجماعات المسلحة وتشير إحصائيات رسمية إلى أن هذه المنطقة عرفت 80 هجوما خلال النصف الأول من العام 2015 خلفت مقتل 130 جنديا